موسيقى السلام عليكم فيديو جديد سوف أتحدث معكم كالعادة إشاعات أبل وأخبر أبل عن الإيفون جديد توقع الإشاعات كلها الحين لا يوجد إشاعات عن أي جهاز ولا عن السوكتور سوف تكون عن الإيفون جديد من الإشاعات أيضا وحضرت إحتمالات توقع لو تفعلها أبل تكون ممتازة سوف أتحدث معكم تحدث عنه وضعته في الغناء رفعت صورة وصورت فيها كروت شاريت كروت إيتونز 30 دولار ثلاث كروت سوف نبدأ المسابقة أول حاجة أني لا أبدأ المسابقة لما تصير في الغناء 4500 مشترك وقت عمل فيديو هذا في 3800 سوف أبدأ في 4500 أول قفوة في الغناء سوف تكون ثلاثة كروت إذا أخذت كرت من الكروت طبعا تستطيع تخذ فيهم كلهم لأنني سوف أقوم بعمل هذا فيديو وأنتو حظك لا سوف أخذهم كلهم فيديو واحد لأن كل فيديو سوف أقوم بعمل قفوة على بطاقة واحدة فأنتو حظك تستطيع تشتري منهم ألعاب البرامج في أبوستور تستطيع تشتري من الميوزيك تستطيع تأجر الأفلام في الإيتونز تستطيع تستطيع تشتري كتب تستطيع تشتري في الإيكلاود تستطيع تشتري في الإيكلاود تستطيع تشتري كتب هناك مكتوبين طبعا الشروط هي الأكامت تستطيع تشتري كتب وإذا لم تشتري أمريكي تستطيع تشتري طبعا إذا فزت فيها أنا أستطيع تشتري لك أمريكي سوف توصل معك في سناب شات أو في الإنستغرام أو في تويتر سوف نتفاهم كيف وأعطيك البطاقة وإذا لم تشتري أمريكي سوف أقوم بإيميل تسوي الإيميل لك وسوف أقوم بإيميل نفسه تعبتي وتستخدم البطاقة هذا المكتوب هنا أنه يجب أن يكون أمريكي لأنه لا تستخدم أمريكي وهذا مثل ما قلت لكم أول قفاوي طبعا قد ما تكبر الغناء قد ما تكبر الغناء أو هدايا كثيرة زيادة طبعا قد ما تكبر مثل ما قلت لكم هذه أول هدية وتقريبا آخر هدية لأشتريها بحسابي إذا كبرت الغناء وصار فيها دخل قوي أول حاجة سوف أقوم بغير الكاميرا وأشتري كاميرا تقبل مايك طبعا بما أن الانترنت هنا سريع أشتري كاميرا فيها 4K لماذا لا أشتري 4K بما أن الانترنت سريع هنا وعندي لابتوب أستطيع أقوم بعمل 4K وطبعا طريقة الفوز فيها بعد ما نوصل 4500 تشترك طريقة الفوز من التعليقات في الفيديوهات سوف أصور معكم فيديو كامل يمكن فيديو كامل يمكن فيديو يمكن فيديو عادي و أسوي الأخراج و راح تشغونه طريبا راح أطلع أحسن أختار الفيديو من الفيديوهات أنا بالنسب لي لأشوفها مناسب لي و أشوف التعليقات حقتها و أمشي معكم موقف على فيديو و أشوف الشخص و أقول قسمه و أنتظر يوم كامل بعد إخراج مع الماربع الفيديو يكلمني في سناب شات أو الإستغرام راح تفهم في طريقة أني بعرفها لهو الشخص فأنا بختار الفيديو اللي في التعليقات فإذا تم تفزون كل ما تزيد تعليقاتك من الفيديوهات كل ما تزيد فرصتك أنك تفوز بالهدية راح تكون كذا السلسلة كلها كل مرة أعلن عن هدية راح تكون كذا إنه بخش في الفيديوهات و أشوف شخص تعليق و أقف عليه و أختاره طبعا ما بتترسل ألف و كذا لا تعليق أعدل و بس فخلونا نبدأ حين الفيديوهات حب توقع طوالت معكم عن السوالة فنبدأ حين فيديوهات راح نتكلم حين عن التسريبات الحق الآيفون الجديد طبعا التسريبات حين ليه الآن صايرة قوية على الخلفية الحق الآيفون فالخلفية اللي بتكلم عنها إنه بتكون قطعة كاملة إزاز هي المشكلة إنه بالآيفون من 10S و 10S Max و 10R و برضو 8 تغريبا قالي تغيير القطعة الخلفية ليش؟ لأن القطعة الخلفية ما تكون قطعة كاملة تكون الكاميرا الحالها و القزاز اللي وره الحاله هذا المشكلة إنه يحط السكر فما رح تشونه هنا لكن الجديد تكلم مبلونا بخليق تكون قطعة كاملة من الشكل الخلفي مع الكاميرا مثل ما تعرفون آيفون 7 اللي عرف إن قطعة كاملة تكون مع الكاميرا أما في الأيفون 6 و 6S و برضو 8 و 10 و 10S من القطعة الخلفية القزاز هنا الحالها و فتحة العدسة تكون قطعة لحالها طبعا هذا الفرق بالنسبة لنا شي طبيعي لكن بيكون شي ممتاز لحق الأشخاص اللي أقدر لكسر عندك القزاز في الخلف فبتكون سهل و تكون تقريبا سعرها أرخص في التغيير لأن قطعة كاملة تشيلها وتركب على ثانية ما رح تكون فيها حواف لحق الكاميرا لأن العدسة الكاميرا تكون الحالها حركة حلوة برضو حركة بتكون جمالية لأن قلة ارتفاع الكاميرا فهي تكون ممتاز قطعة كاملة مع الكاميرا و برضو إن شاء قوية تقول الكاميرا delvore بتكون داكنة ولو نسودة مع الكاميرات الجديدة البطول أنها مرح تجلها للكاميرات الخلفية يعني على الأقل أن tämä السنة مرح تقلها تقريبا لحق الكاميرات الأمامية بسهة تكون الممتازة و في الخلف تقريبا السنة الجائدة تمنيت أن تقلها بالخلف لأنه سيكون حلو وأنها قطعة كاملة وفيها ثلاث كلميرات وحركة الحركة التي تفعلها على الأقل تفعل واحدة من المطلعة التي تفعلها ويمكنها تفعلها فقط على الكاميرا الثالثة تفعلها سوداء يصبح جميلة أنك لا تبين الكاميرا ولو أن تفعلها مثلا كامل الثلاث ويقوم بإمكانهم حركة لأنها لا تبين تتحدث عن الفيديو قبل لو تفعلها من وراء فاللون الذي سأشتريه أنا أرى هو اللون السود لأنه يكون داكل من وراء كله حتى بشكل عدسات ما ستبين من وراء ثم يكون حلو أحلى من أن تشتريه أبيض مثل ما تشاهدون الفيديوهات أبيض وثلاث دوار طالع عندك أو ذهابي وثلاث دوار يمكن أحمر حلو لو ينزلون نسخة الرد والحلو فيها أن يكون مكان العدسة مثل هنا لو أشيلا كذلك كلها الأسود داخل مع العدسة لكن في الجديد لا سيكون الحواف في الجوانب بيكون لون الجهاز نفسه لكن بس دائرة لكاميرا مثل ما نقول هناك السيارة مثلا بعضهم يكون مثل ما يسمونها تغريبا عندنا المنطقة في السعودية مكحلة أن اللضاءة فقط اللون لا بيض مثلا ودرمدارها يكون باللون الأسود مثلا فحلو تسير فاللون الأسود أول أن يكون على لون الجهاز يعني جهازك أبيض وردو الدرمدار العدسة يكون اللون الأبيض فقط العدسة التي يكون لونها الأسود ما ديش بيسونا بالله كان حرق حلو فكرت فيها أن أبرا إذا خلت الليفون القوي كان أول كاميرتين وليفون اللي ملخفض يكون كاميرّة واحدة مثلا الليفون Tenn كاميرتين الليفون Tenn كاميرتين وليفون Eight كاميرا 10S وال 10 Bird test 10 numda come 64 الليفون AR camera في الشاعات الجديدة من يكون ليفون رائد في عام اسنى 10s فهي يكون تلثة كاميرات ويكون ثلاثة الكاميرات ويكون كاميرا 2 نلتجه لكم الحلق مثلا اذا كان هذه الجهاز 3 كاميرات وهذا الـR3 يمكنك أن يكون كاميرا كاميرا وهذا لم يتخفض السعر فهو راح أعطيتجه لها كاميرا وسيدنا هنالجه يكون لها كاميرا ثالثة كاميرات وكاميرات كاميرتين فتكون في قابل لجهاز الكاميرا واحدة لماذا؟ لأنه لا يحتاج الكاميرتين أو حتى ثلاث كاميرات يعني الكاميرتين هناك ناس يستخدم من الاري يقول لك كاميرا أصور فيها بس ليش؟ لماذا أبيها لحق الزوم؟ لأن في الايفون 7 بلس الكاميرا الثاني لحق الزوم الثو اكس مثل ما نرى أي كاميرا تفتح الايفونات اللي فيهم كاميرتين راح نرى هنا الثو اكس اللي نضغط عليها تقدم بعد ما نرى سأعلمكم أنها تعمل كاميرا الثاني وإذا كان لديك ضاء قوية تعمل كاميرا الثانية سأسكر على كاميرا لذا لا نرى نرى كاميرا الثانية كاميرا الشقالة لكن عند الضغط 2x سوف ترى إذا ضغطت 2x تقوم بتوطيب الكاميرا الثانية لأنه هناك الكاميرا الثانية مزومة فتعمل معها بجودة عالية حتى يكون زوم بجودة عالية و بعدها تكون ديجيتل سأشرف معكم بعدها نحن 2x بعدها ديجيتال تقدر تساوم زي كده يصبح ديجيتال انه تغلل الجودة مثل ها مثل الكاميرا العادية الحق التن ار انه اعلى طول ما فيها 2x انه كاميرا واحدة بس يكون زوم ديجيتال بيكون جودة الفيديو و جودة الصورة برضه فاذا كان في الايفون الجديد ثلاث كاميرات راح يكون فيها الزوم وهنا بس 2x او 5x واحدة الوايد انجل الواسعة واحدة الكاميرا العادية اللي لازم تكون موجودة والتن ار مثلا يخلون فيها الكاميرتين 2x والكاميرا العادية مثلا موجودة الحين في الايفون 10 اس البعض راح يقولك اوكي مثلا انا ما بي الوايد انجل زاوي العريضة ولا بي 2x اي بي كاميرا واحدة بس فتوقع هذا اللي شعر القوي انه انه ابل راح تنزل الايفون جديد بداية السن الجاية في 2019 احنا بينا 19 احنا شو الصال في 2020 وهذا اللي شعر القوي انه ابل راح تنزل الايفون من خبض الثمن في 2020 ذاو يسمونه مثلا س اي يكون كاميرا واحدة تختم السلسلة او اي اسم بس همشين يكون كاميرا وايفون 10 ار او 10 اس ار فار تفرتين كيفه كاميرتين الى ايفون الى انتراض كاميرات فيكون السلسلة حلوة كلا عندهم ايفون رخيص متوسط قالي طب انا ما راح تقولك رخيص يعني بتدقى مثلا 400 دولار او 500 دولار والثاني يبدأ ب 600 و 700 والثارة ب 900 و 1000 دولار فحلو الحركة اكدتكم اتمنى قبل تسوي الحركة طبعا ما راح تنزلك بو كاميرا في نفس الوقت ولا توقع بو كاميرتين نفس السنة هذي تنزل وشبثت الكاميرات اول شهر والشهر الثاني بو كاميرتين مثل ما سوت السن الراحت مع 10R وبعدها ثلاث شهور تنزل بو كاميرا فحركة حلوة وبو كاميرا عادي خلي بزر الناس بيشترونا برضو وبرضو في شعر الحواف راح تقل حواف الجهاز من قدام مثل لو نرى هنا هنا الحواف في الجواني طبعا انا اعرف ان القزاز اللي قدامك صورة قزاز في الاستيكر بس وشهري استيكر براحركة ان شاء الله فالحواف راح تقل اشاعة قوية هذه السنة لكن لا تتكلم عنها بشي مبملحوظ لازم تقيس انت عشان تشوف الفرق ان الحواف قلت ما راح تقلونها بذلك الدرجة التي تكلمنا عنها فقع في السن الجاي راح تقلونها لكن بتقلي شوية تغريبا هذا الاشاعة كلها لو نرى ان نتأكد معاكم حين نوريكم حين كيف الحركة اللي لا فهم انه كيف تكون قطعة كاملة من ورا راح نوريكم اياها حين لكن قرم نوريكم اياها ننتقل معاكم الاشاعة القوية ان ابل برضو طريقة تعمل السايلنت في الجهاز لما نعرف اللي فونات كلهم من نصونا على اللي فونات 2G من 2007 الى الان في 2019 او نقول 2018 ان اخر اللي فونات 2018 ان السايلنت سيكون يعني يميل لا يصار لكن الشيء القوية ان ابل تخليه من فوق لتحت في اللي فونات الجديد مدري راح تغيير الحركة ليش لكن فكرت فيها بالنسبة لي افضل بكثير خاصة اذا كنت مبحثت جوالك هزلت خطة مثلا اضاءة والجهاز في جيبك احيانا توهقان ان مثل الدكتورة او شيء بالقال على كلمة صعب ان اظهر على الجوال من المخباي واشوف ان صامت العام فحركة اهلة من فوق وتحت مثل الايبارات الغديمة طبعا ايبارات الغديمة كانت فيها سايلنت لكن الايبارات الجديدة كانت الى ابل صارت السايلنت لازم تفتح تخش في الكنترول سنتر وتحط لكن في الايبارات الغديمة كان السايلنت احسن من اكون ان يصار تلقى بتكون اجمل لا اعلم ان صارت تلقى بتغييره او لا حلوة ان كامل من قطع الجوال في جيبك لا يحتاج ان تظهر ان هى الجهة الامامية اول في الايفونات الغديمة كان في جيبك كان الزر وتعارفة تضعها على جهة الزر يعتبر عام وخلفه مع الكاميرا يكون صامت لكن مع الجهاز جديد لا تدري من قدام الوارا فحركة حلوة افهمكم بالضبط كيف ان الايفون من ورا يكون قطع كاملة سنتكلم معكم البداية حين عن بداية الايفون طبعا ما بهذا الاول شكل في شكل قبل التوجيه لكن ما عن ديار لأسف احاول ان يوصل له ونشتريه نتكلم مع البداية ابل كبداية مثل ما نعرف ما كان الايفون فيه اي قفزة كان القطع الخلفية قطع كامل مثل ما نقول لا يوجد ارتفاع في الكاميرا فهذا ما كان يعجبني اول في الايفون ايضا الايفون 4s من اجمل الاشكال عندي مثل ما نشوف ما فيه اي قفزة الايفون 5c برضو ما فيه اي قفزة وجين الايفون 6 برضو ما فيه اي قفزة وجين الايفون 6 و 6 بلص ابدأت ابل رفعة الشاشه مثل ما نشوف هنا ارتفاع خفيف ما حتى تكلم عنه كثير لانه خفيف خفيف جدا ما يباين انه بس يعتبر زي الزيج على كاميرا في الجم طبعا نفسه نفسه 6s ما فيه فرق السفن اللي سوت الحركه انه صارت قزازة كاملة او ان القطعة الخلفية نفسها هي الارتفاع مع الكاميرا من وراء لو نشوفها نفس القطعة كاملة هي المرتفعة فنفس الحراكة التي يساونها في الايفون الجديد انها قزازة من وراء طبعا هذه ليست قزازة لكن في الجديد سيكون قزاز من وراء يصير مع ارتفاع من هنا هذا الحلو فيها الايفون 10 و 10S الجدد لا هنا الخلفية قزاز وهذا زيج الحالة ومرتفع بشيء ملحوظ تشعر ان نضع القزازة ثم نضع العدسة فوقها نفسها في حركة الايفون 6 و 6S ثم نغيرها هنا ورجعها فيها هنا ونحن ان شاء الله يرجعون وضعها عند الحركة نمشي نجينا هنا نقصدنا هنا ورجعنا مرة ثانية هنا نحن نذهب هنا مرة ثانية فهذا نفس الحركة فقط في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في غنا ونشكر المقطع التعليقات في منتحته يمكن ان اختار هذا الفيديو بعد ان تصل ال 4500 مشترك في غنا يمكن ان اختار التعليقات في غنا وانتو حظك يعني فتقدر تعلب تجاهة القديمة تسوي لايك وتنشر المقطع عشان تصل ال 4500 ومشترك وابدأ في الهدايا فلا تنسون التعليقاتكم تتهمني ونشر المقطع عشان نوصل بسرعة 4500 مشترك 4500 مشترك الله كريم دي متوصل السلام عليكم اوه نسيت اقول كل مرة اقولها شقل زر زر هذي يسمونه والجرس لحق اشعارات اذا نزلت في الغران يجيك اشعار عشان تشوف عرضه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة